السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا البرنامج الذي يلتقط راداره أهم المواضيع التي اكتست مواقع التواصل الاجتماعي وهنا تصدر المنتخب الجزائري الواجهة عندما استقبل منتخب موريطانيا في أول مباراة ودية ضمن تربوس يجريه المحاربون بمركز سيديو موسى لما دخل المنتخب الجزائري يتفقد أرضية حديقته المفضلة ملعب الانتصار ملعب مصطفى الشاكر دخل اللاعبون وهم يضعون الكوفية والعلم الفلسطيني طبعا في تزاوج مع العلم الجزائري هذه المبادرة اقترحها رئيس الفاف شرف الدين عمار الذي أراد أن يعطي لمسته في أول لقاء ودي للمنتخب الجزائري وهو على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم طبعا تم الإعلان عن الأسماء التي ستدخل المبادرة المباراة وكما لاحظنا تشكلة جديدة فيها ثلاثة لاعبين فقط على الأقل في الشوط الأول لاعبوا كأس أمم إفريقيا وهم يوسف عطال وصفيون في غولي وإسلام سليماني إضافة إلى الحارس أوكتج الذي لم يلعب ولا دقيقة في كأس أمم إفريقيا الحدث في التشكيلة لم يكن في أسمائها الجديدة بل في دخول اللاعبين أيضا بالكوفية والعلم الفلسطيني والجزائري على الأعناق أو على أعناق اللاعبين أثناء الاستماع للنشيدين الوطنيين الموريطاني والجزائري وهي الصور التي انتشرت بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات كبيرة على اليوتيوب ومن باب الإشارة وليس من باب التدقيق مشاهدين الكراب ودون الغوص في النواية فإن الكوت جمال بالماضي لم يضع الكوفية والعلم الفلسطيني رفقته مجيد بوغرة وبعض أفراد الطاقم كما توضحه هذه الصورة لكن قائد كتبة المحاربين صرح في الندوة الصحفية عن المبادرة قائلا في هذا الفيديو نهاية قiben أمع هذا الفلسطين ونحبوهم ونحبونا نحبونا حالينا قمنا أضغطه نحبونا نحبت من accord أننا كتاب مكرسا نحبونا وحين حالينا نحبونا نحبوهم ووحيننا نحبونا نحبوهم ورانامورهم ورانا شعبوهد وإن شاء الله ربي يجيب الحلول إن شاء الله لهم ولينا بسكوفينا مورانا واحد شعب واحد لا يتحدث جزائريون عن فلسطين إلا وتفاعل معهم الفلسطينيون فماذا كتبت الدكتورة جمانة عبد الحميد الحاج إليكم ما كتبت جمانة علي الكوفية على الرأس واعتز إنك جزائر سطيني أشعلها محرز وأضاءها الأفناك تبقى الجزائر الدرع والحسن المتيل لفلسطين ويبقى السر بيننا يجهله الحاقدون وفقكم الله تقول جمانة يا محاربين تعليق آخر يقول صاحبه أخوكم من فلسطين الحبيبة شكرا لجميع الشعب الجزائري نحن وأنتم دم واحد ويدلي سعيد ولد السيد بدلوه في الموضوع وكتب فليشهد العالم أن فلسطين هي الجزائر نفس الكلام يؤكده وليد عندما قال ونحن نحشق الجزائر وأرض الجزائر وشعب الجزائر الجزائر وأرض الشهداء تحية لولاد الجزائر وأحفاد الشهداء تحية لفلسطين الحبيبين تحية لفلسطين الحبيبين